احنا عندنا الجوع الثقافة هيئة كبيرة جداً هيئة قصور الثقافة هي عبارة عن 580 أصل الثقافة وبيت الثقافي متقسمين على 6 أقاليم أساسية طبعاً بتغطي المصر بالكامل من الشمال حتى الجنوب خالص لغاية منطقة حلاوة شلاتين طبعاً من خلال هذه القصور الثقافة بتقدر تقدم على حسب كمان الإقليم أو حسب الأماكن الجرعة الثقافية اللاذمة والفنية المستحبة لهذه المناطق حيث تعلمت ذلك أن هذه المناطق غير متشابهة ولكن فيها اختلاف بيني كبير جداً في الأعراف الاجتماعية بتاعتها والموقع الجغرافي الذي يتبعه بالتالي اختلافات كثيرة جداً في الطبيعة السكانية يعني الوجبة الثقافية أو المقدار الثقافي والفني اللي احنا بنقدمه في منطقة الشمالية زي منطقة الدلتا مختلف تماماً عن منطقة السعيد وبالتالي لازم يكون فيه دراسة كاملة عن هذه المعطيات الثقافية الموجودة في هذه الأماكن فوجودنا في المناطق الغير حضرية في مصر أو خارج نطاق المدن بما محسوب جداً وليه قدر كبير جداً من الرعاية وليه دراسات تخضع لعلم السكان تخضع لطبيعتهم طبيعة الأقليم المتاحة في الأماكن ديت وبالتالي لازم يكون لها خطة متكاملة ما بين هذه القطاعات أو هذه قصور الثقافة وكذلك برضو ما يواكبها في طبيعة السكانين